حابب اعطي تنويه ان الفيديو السابق كان تحليل شامل للفصل 1066 وهل تم كشف هوية رام رسميا ام ان هناك شكوك حول طريقة كشف هوية الطباخ وكتة كاني نوري هل وكتة هو رام فعلا ام لا ده اللي حضرتك هتعرفه بعد مشاهدة الفيديو السابق الذي سوف يظهر عند الضغط على تلك العلامة في اعلى الفيديو السلام عليكم نهارده ان شاء الله هنتكلم عن من هم الاشخاص الذين سيكونون في خطر اذا قام احد اعضاء المنظمة السوداء باكتشاف ان اكاي شويتشي ما زال على قيد الحياة وانه متنكر على هيئة اوكيا سوبرو ويسكن في منزل يوساكو كودو اول شخص سيتم استهدافه وقتله هي كير لانه من المفترض ان تكون هي التي قتلت اكاي لان جين كان يراقب الوضع من السيارة من خلال كاميرا تم تركيبها على رقبة كير ولذلك ستفترض المنظمة انها ساعدت اكاي على تزييف موته وانها تظاهرت باطلاق النار عليه لجعل الامر يبدو واقعيا بالنسبة لجين ثاني شخص سيتم استهدافه هو يوساكو لان اكاي يسكن في منزله وستعتقد المنظمة انه من قام بوضع الخطة كاملة لتزييف موت اكاي لان يوساكو معروف عنه انه روائي ومحقق ذكي وانه يساعد اكاي ضد المنظمة لان المنظمة قامت بقتل ابنه كودو شيجي ثالث شخص سيتم استهدافه هي يوكيكو بسبب انها زوجة يوساكو وبسبب ايضا انها تساعد اكاي في التخفي والتنكر على هيئة اوكيا سوبر رابع شخص هو البروفيسور عجاسي لانه يكون باختراع ادوات واجهزة مثل اختراعات الام اي سيكس ولذلك ستعرف المنظمة انه من قام بصنع جهاز تغيير الاصوات الذي يضعه اوكيا سوبرو على رقابته وستعرف المنظمة انه من صنع اكياس الدم المزيفة التي كانت موجودة في قبعة اكاي وفي فمه اثناء تنفيذ خطة تزييف موت اكاي خامس شخص هي هيبرة لانها تسكن مع اجاسي وايضا لو رأى احد عضاء المنظمة على مقربة سيعرفون انها شيري خائنة المنظمة هناك احتمال ايضا ان تقوم المنظمة باستهداف بوربون لانه كان يحقق سابقا في تزييف موت اكاي لكنه توقف فجأة واخبرهم انه تأكد من موت اكاي فعليا لذلك قد تفترض المنظمة ان بوربون عرف ان اكاي على قيد الحياة لكنه لم يخبرهم وكتم هذا السر عنهم بسبب ما اما كونان سيكون اقل الاشخاص تعرضا للخطر بسبب انه متقلص على هيئة طفل ويسكن بعيدا في منزل موري كوجورو يعني لن يتم استهدافه رغم انه هو من قام بتدبير خطة تزييف موت اكاي لكنه سيتعرض لخطر اكبر اذا تم اكتشاف ان هيبرة هي نفسها شيري متقلصة ولهذا ستبدأ المنظمة في الشك ان كودو شينشي ما زال على قيد الحياة وانه متقلص ومختبئ في مكان ما تنتظر توقعاتك وتعليقاتك لمن هو عضو المنظمة الذي سيكتشف ان اكاي ما زال على قيد الحياة هل هيكون الزعيم ولا رم ولا جين ولا عضو اخر غير هؤلاء الثلاثة وبكده يكون انتهى فيديو اليوم ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتعطينا رأيك والى ان القاكم مرة اخرى باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته